موسيقى مرحبا بكم في حكايتنا والحكايتنا اليوم بش نهزكم العشرينيات القرن الماضي مدة اللي تمنيت على خاطرها ١٩٢٠ تستور و بش نحكيه على حبيبة مسيكا موسيقى الناس اليوم هو حبيبة مسيكا موسيقى 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 حبيبة مسيكا أصيلت مدينة تستور في بعض الروايات يقولوا لي هي تولدة عام ١٩٩٣ و في روايات أخرى يقولوا تولدة ١٩٩٩٣ و كما تعرفوا تستور كانت وجهها البارشة عائلة أندلوسية هيجروا واستقروا لهنا و من المعمار متاع الباتخيمواني قاعد في تستور فيه بارشة توش أندلوس حبيبة مسيكا من عائلة يهودية تربيت في تونس و دخلت تقرأ في المدرسة اليهودية حتى وصل عمرها سبعة سنين خالتها ليلى سفيس كانت فنينة مشهورة بارشة اكتشفت فيها موهبة الغناء علمتها العود السولفاج البيانو و قررت أنها ادخلها العالم الفن أول من اكتشفها أستاذها بتاع الموسيقى أشير مزراحي و دخلت حبيبة للفن من الباب الكبير و بدت تغني في المسارح و تمثل و التعزف مراوا عليها الكلام اللي راها كان يقولها السمع والطاع لليتي المتعاة أما كانت شهيلة بدلة و عشيقها برشة برشة كما ميموني اللي بنالها القسار هيدا تون حكيو عليهم بعض كانوا زيدا يقولوا اللي الملك فؤيد من طاع مصر كان يحبها يموت عليها و كانوا عشيق صان كوزان عشق كبير و زيدا كان عندها حب صغرى اللي في جرته تهلك تحيتها الكل ما هذي كل حكيات ما نعرفوش الصحيح من الغالط فيها نعرفوا اللي حبيبة كانت فنان عظيمة و مثلت في برشة حاجاتي مسرحيات كبيرة بتاع شاكسبير كما روميو جوليات بيجماليان و غيرهم كما عملت برشة غنيات لتوا موجودين في التوراث متاعنا و نغنيوهم و يمكن زيدا ما نعرفوش اللي هما غنيات حبيبة مسيكا اللي قطر حبيبة مسيكا هو خميس الترني و ما أدرك ما خميس الترني و في أول العشرينيات الكاريغ متاحا بدت تكبر و بدت تتشهر و أول فنانة يمكن في تاريخ العرب يكون عندها أن جروب دفن أما وقتها كانوا يسميوهم عسكر الليل لهما الولاد من البرجوازية التونسية سيختو في تونيس معناها العاصمة اللي كانوا يتابعوها و يتمشي يفينانسيوها يمشوا المسرحيات و يدفو عليها و حتى في اللي فات بخيفي معناها في العرس و الحفلات كانوا يحضروا و يصفقوها من فوق السطحات حبيبة كانت مراة ياسر مزينة و ياسر ثكية و فوق هذا كل كانت مراة ياسر سيبقى عصرها اسبري فيمينيست ليبغ كانت تعيش كان الفنها و الحريتها و ماناجم حتى واحد من العبيد اللي حبتها و محبوها يربطها حبيبة مسيكا من أول فنانات التونسة اللي طلعت الفرنسة والبرلان بش عملت تسجيلات و عملت حفالات و قابلت بارش عبيد كيمة كوكو شانيل و بيكاسو حبيبة ات ان تمپيرامان دو فو سو سيغراس دوينتال اللي امبوزغا باري و نور دافريك هكا حكيت كوكو شانيل على حبيبة مسيكا أبهرتهم في باريس مرامة زيانة مثقفة تحكي عربي تحكي فرانسي تلبس بالكدي اللي اتا تخيز امانسيبي بومينفام اوغيانتال و عارفوا اللي هي بش تعمل ثورة في تونس ثورة فكرية يمكن ما خلطتش تعملها في العشرينيات اما قاعدت محفورة في الافكار حبيبة مسيكا في كل ظهور لها على المسرح بش تغني ولا بش تمثل كانت دي ما تخلي انسكوندار وتخلي العباد يحكيوا عليها شهور و ظهور الرجال تحبها تموت عليها و انسى تموت وتغير منها حبيبة خليت بصمتها و دايير هي ما اسمهش حبيبة هي اسمها مغغيغيت اما سميها حبيبة على خطرها كانت محبوبة الجماهير و محبوبة العباد حبيبة مسيكا طلعت المسرح كفننة و غنيت بارشة غنيت قاعدون للتو كيما حبيبي لول واربي عمناور و طلعت زيادة سيخسين كممثلة و مثلت في بارشة مسرحية كيما مجنون ليلى بيجماليان و أكثر مسرحية أمبليماتيك و عملة ضجرة و اسكندال هي روميو جولييت على خطرها ما مثلت جولييت مثلت روميو أول مرأة تنسية تطلع على المسرح في دور الراجر و ما كتعرفوا مجتمع ذكوري مقبلهيش و ما وقفتش غادي هي جريئة اللي نوصلت قبلة البطلة اللي معاها و عملت ضجة أكبر من اللي عملتها كيسمعوا اللي هي بشتماسل دور روميو حبيبة مسيكا فنينة شاملة و خليت بصمتها حتى لليوم على خاطر زيادة حبيبة مسيكا وطنية عام 1928 طلعت حبيبة سيخسين بعلم تونس ملفوفة بي و غنيت غنية وطنية تو تسمعوها معايا خليت الفرنسيسي هيجوا و يدخلوا للسالة و يوقفوا العرض و يعتقلوا الناس الكل بما فيهم عسكر الليل امتحا و يلوجوا عليها أيامات و أيامات حبيبة مسيكا زيادة مشهورة برقصة اسمها رقصة النار كانت تلبس روبة حمرة و صفرة و تقعد الدول اللي انتوالي تظهر كلا هي بمتاع النار دايير هيدا اسم الفيلم اللي عملته سلمة باركار رقصة النار تحبيبة مسيكا كانت حبوا تفرجوا فيه فما زيد اكتب على حبيبة مسيكا تطلقاه مكتوبين اللوطة تحت الفيديو نجمو تفرجوا عليها فمكتب باركة موجود توا اللي هو اللي فالوغوز متاع صوفيا بالسيس القصر اللي احنا فيه اليوم بنهولها عشيقة اليهو ميموني بالجالية اليهودية متاع تستور الراجل لبسنا عليه برشا أما فلوسه كل كانت ماشى لحبيبة بوه وامو يسكنوا بحدة دار هدي بالضبط ناس زويولة بوه راجل زرير وما كان يصرف عليهم حتى فرنك بوه دافيد كان يخرج ويدعي به يراك محروق يا ميموني انتي وحبيبة القصر هدا تبني ببرشا غراء وبرشا حب وشروط حبيبة ما راهم حتى حد قصر فخم أفخم حتى من القصور اللي في تونس العرص متاع الرومي الرخام من نيتاليا ورخام من سبانيا دي زخشي تاكت من أحسن ما جيبت لخشي تاكتوغ في العهده ذيكا في الدار هدي ميموني عامل خزنة خزنة كبيرة مراسعة بالضهب جيبها من فرنسا الخزنة هدي هي النسخة الثانية في تونس نسخة الأولى موجودة في البنك المركزي وكما نعرفو الخزنة تتخبى في الديار أما ميموني كما كان يحب يتفزعك بحبيبة كان يحب يتفزعك زادة بالخزنة متاعه ونراوها ظاهرة لأي عبد يجي للدار الحاجة الثانية اللي تبنيت على خاطر حبيبة في الدار هدي هو الميجل الميجل كما تعرفوا في تستور ما يستحقوش انهم يعملوا ميجل في الدار خطر المي موجود بنيلها الميجل على خطرها ومبعد كما فم حتى شرط صعيب شرط تعليه انه المي يجي من زغوين بش المي يجي من زغوين حتى التستور يحب له عشرين سنة ووقتهم يموني عمره ستين سنة بدا يفهم في اللعبة وبدأ يفهم اللي حبيبة ما انهيش بيه وقاعدة جوز تتعزز فيه حتى يوصل يموت ويخلي لها القصر هيدا لها وحدها واكتشف اللي ومش لها وحدها حبيبة رجعت لحب الطفولة متاحا منظر محرزي صديق الطفولة وحب حبيبة لول كما غنات لنا رجعت له وحبلت منه وقررت انها تعرس به سمع ميموني بهيدا الكل وقرر انه لازم ينتقم منها على اللي عملته فيه الكل نهار 21 فيفري 1930 حبيبة ميسيكا تطلع تغني في محمد الخامس ويجي ميموني كاينه ما فمه حد شاي ويتفرج فيها مع الجمهور تطلع للوجب تاحها بش تبدل حويجها وترتاح يخلط عليها كيف كيف كاينه ما فمه حد شاي تشبك بناتها معركة ويخنقها ويقرر انه يحرقها يصب عليها الجيز ويشعل فيها النار بحرارة الروح حبيبة تشت فيه من يده وتشبك فيه النار هو زيدة توفيت حبيبة نهارتها في مستشفى شغل نيكول وتوفى ميموني بعدها بثلاثين الروايات متع كيفاش قتالها ميموني تختلف فما ليقولك قتالها في الدار بمعينة لاخديمة متاحة وفما ليقولك اللي هي ميتت في المسرح متاحة احنا اعتمدنا الفرسيون اللي تتقال هوني في دار الثقافة ما يهمنيش الحكاية كيفاش لا فان هي المهمة نهيه تراجي دي الفنين عظيمة في تاريخ تونس خليت وراها اثر كبير وبات خموان من الغنيات المزيانة توفيت حبيبة مسيكا وزنيزة متاحة طلبوا انها تتوخر من نهار بشتحت نهار جمعة على خاطر حبوا يخرجوا فيها من جميع الاطيف الدينية اللي في تونس والتوى لغز كبير يحكيوا فيه يقولوا زع ما ميتت مسلمة وإلا ليه وحد ما يعرف الحقيقة ميتت حبيبة مسيكا وميت الميموني وما خليوا وراهم حتى ورثاء للقصر اللي احنا فيه اللي هو كان مهر العرسهم وفيه بتراجيديا وكيما يقولوا في تستور القصر ولا حبس للجامعة معناها اصحابه ما عادش نجموا يتصرفوا فيه ولا ملك للدولة ولا الدار ثقافة باسم براهيم الريحي اللي هو علامه من الوقت هذيكا دار الثقافة براهيم الريحي حبيبة مسيكا هي بلاسة ويني نجموا يجيو فيها لجون الجميع النوادي كيما زيدة بلاسة ويني نجموا الباحثين في التراث يجيو فيها فيها تظاهرات ثقافية فيها بلوجوكولابوغاشامعاليزاسوسياشاشون فيها زيدة استقبيل اللي توغيس اللي جايين للتستور ميموني على خطر حبيبة عمل كل شيء الثروة متوعه لكوانها من ريبي يخسرها في القصر هذا أبوه رجل كبير ميت بشار كان يكل الجير متعلى حيوت وما كان ميموني يعطيه حتى فرانك إذا فهم عبرة نجموا نخرجوا بيها من الحكاية هذي إنه ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين العبرة ثانية يمكن هو من الحب مقتل إن شاء الله حكيتنا اليوم بتعجبكم ونتقابلوا في حكية أخرى من حكيتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر